موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يرد على رسائل الأمين العام للرئاسة ويؤكد أن الحوار يعتبر الحل الوحيد لأزمات موريتانيا باحثون وديبلوماسيون سابقون يناقشون في ندوة علمية بنواكشوط العلاقة بين الدبلوماسية والثقافة متخذين موريتانيا أنموذجا على ذلك ملتقى في نواكشوط بالتعاون بين الإدارة العامة للضرائب ونادي القضاة الموريتانيين حول النزاعات الضريبية في موريتانيا أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة عبر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في رسالة رد بعث بها إلى الأمين العام للرئاسة الموريتانية عن استعداده للحوار السياسي باعتباره الحل الوحيد لما سماها الأزمة السياسية التي قال إن موريتانيا تعاني منها منذ عام 2008 وأضف المنتدى أنه يرفض الاستجابة لمضمون الرسالة التي بعث بها الأمين العام للرئاسة مؤكدا على ضرورة تقديم طرف الآخر ردا مكتوبا على ممهداته نتابع تفاصيل أوفا ضمن هذا التقرير المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يرد على رسائل الأمين العام للرئاسة الموريتانية مولايو المحمد الغرف التي بعث بها إلى مختلف أحزاب المنتدى من أجل الدخول في الحوار السياسي رد المنتدى جاء فيه أن الحوار السياسي يعتبر الحل الوحيد لما قال إنها أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ عام 2008 مؤكدا على تشبثه بالمسار الذي قال إن الطرفين بدآه من أجل التوصل إلى الآليات الضرورية لبناء أواصر الثقة بينهم الجديد القديم في رد المنتدى المكتوب هو تأكيده على تقديم الطرف الآخر موقفا مكتوبا بشأن الممهدات التي سبق وأن تقدم بها من أجل الدخول في الحوار السياسي ويأتي تبادل الرسائل بين المنتدى والنظام والأغلبية بعد أيام من عقد الطرفين مؤتمرين صحفيين أكد خلالهما على استعدادهما للحوار السياسي وحمل كل منهما الآخر المسؤولية في تعثر انطلاقة الشوار المرتقب منذ فترة وحدها أحزاب كتلة المعاهدة تبدو وكأنها خارج مسار الشوار أو ربما هي مستعدة لدخوله دون قيد أو شرط لكنها لا تفتأ تذكره وتدعو له من حين لآخر كما أنها تشترك مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في توصيف الوضع العام في البلاد بالمتأزم وأن حله الوحيد لا يمكن أن يكون إلا عبر الحوار السياسي وبين تعبير مختلف الأطراف عن الاستعداد للحوار يبقى الحوار رهين ذلك التعبير في انتظار التجسيد ما يؤشر على الجدية بشأنه من مختلف الأطراف على أرض الواقعة ومعنا في الاستيديو وبابانا والقواد عضو اللجنة الإعلامية للمنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة أهلا بكم سيئة البابان المنتدى يرفض دعوة المين العام للرئاسة إلى الحوار ويتشبث برد المكتوب على ممهداته ألا ترى في هذا عرقلة لمسار الحوار؟ لا أبدا لا أعتقد ذلك هو المنتدى يحرص على أن يحرص على أو يتمسك بالمسار الذي ابتدأه مع الأغلبية الرئاسية ضمن مقاربة أعتقد أنها كانت واضحة مع الأسف هذه الدعوة التي وجهها الأمين العام للرئاسة الجمهورية هي محاولة الاتفاف على هذا المسار وبالتالي المنتدى كان واعيا هذه الخطوة وبالتالي رفضها بشدة وطلع بالعودة إلى المسار الذي قد ابتدأه والذي كان آخر محطاته رسالة مكتوبة بطلب من الأغلبية الرئاسية وجهها المنتدى إلى الأغلبية الرئاسية وبالتالي لازلنا نتضع ردا على هذه الرسالة طيب المواهدات التي تتشبثون بها يعني بالأجل الدخول في الحوار السياسي المرتقب منذ سنوات هل تعتبر نوع من الشروط المسبقة للحوار؟ لا أبدا أنت تعرف أن من أهم التحديات التي تواجه الحوار ما بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة بشكل عام والمنتدى بشكل خاص هو الثقة هذه الثقة مهزوزة بفعل مجموعة من التراكمات البينية خلينا نسميها هكذا ما بين الطرفين ومن أجل تجاوز أو من أجل بناء أو إعادة بناء هذه الثقة طبعا وضع المنتدى مجموعة من الممهدات أو مجموعة من لا نعتبرها شروطا وإنما هي مسترة من الإجراءات طالبة أن يبتدأ بها من أجل استعادة هذه الثقة ومن المفرق أن النوام قبل عملنا الدخول في هذه المسطرة بل أنه على لسان رئيس الاتحاد المجموعة قال أنهم قابلوا 80% منها ما العرقر إذن؟ المنتدى بكل بساطة طالبة بكتابة ما اتفقنا عليه أنتم اتفقتم أو قلتم بأنكم توافقون على 80% أو 60% أو 70% المنتدى طالبة بكتابة ما تقولون أنكم موافقون عليه فلماذا هذا هو السؤال الأهم؟ فلماذا بدلا من الكتابة أو كتابة ما قالت الأغلبية أنها توافق عليه بدلا من الاستجابة لهذا الشرط البسيطة أو هذه الجنسية البسيطة إلقاء المسار كله والدخول في مسار آخر هم من حدد شكله تاريخه ولماذا برأيك؟ هذا هو السؤال مطروح أنا أطرحه عليك لماذا برأيك؟ هم من يجب أن يجيب على هذا السؤال أريد رؤيتكم في المنتدى للموضوع نحن نعتقد بأنه بكل بساطة هي محاولة الالتفاف على المسار ربما الأغلبية أحست بحرج من هذا المسار هي إذن لا تريد حوارا جديا بالمعايير التي وضعناها نحن وهم على حد سوا وربما أراد الأغلبية من هذه الدعوة الغريبة في شكلها ومضمونها طبعا هي رسالة أو تعميم إداري لا يسمى أي رئيس حزب وإنما نفس الصيغة ترسل إلى جميع الأحزاب السياسية مع بعض الاستثناءات لأن تعرف أن المنتدى ليس فقط أحزاب سياسي ومجتمع مدني نقابات هؤلاء تم استثناءهم من هذه الرسالة وبتالي هي محاولة لشق صف المنتدى وأعتقد أن رسالة المنتدى كانت وضع كيف تنظرون أنتم في المنتدى كيف تنظرون إلى أسلوب وطريقة مخاطبة الأحزاب فرادة بدل المنتدى كتلة سياسية طبعا هو أسلوب مستهجا ومرفوض جملة وتفصيلا وفيه نوع من الاستهتار والاستحقار حتى بهذه الأحزاب وهذه التشكيلات وهو نوع من القفز على الواقع أنت المنتدى نوع من تجاوز المنتدى كمؤسسة رغم أن الله تعامل مع هذا المنتدى عمليا لأنه أجرى معه عدة اجتماعات وكاتبه في أكثر من مرة وبالتالي أن يتم الالتفاف ومحاولة الالتفاف على كل هذا المسار وفي هذا السياق وجاء الرد المنتدى أعتقد أنه كان رسالة واضحة جدا لأن الله من الرأي العام أن المنتدى هو جسم موحد وأنه تحدث بلسان واحد وبالتالي كانت الرسالة أعتقد أنها معبرة عن هذا التوجه طيب ما الذي يريده الطرف الآخر برأيك من هذه الطريقة وإلى أي حد برأيك أيضا سيحقق من خلالها استجابة بعض الأحزاب دون الأخرى لا أعتقد أن المنتدى كان موقف واضح وكان موقف موحد وأعتقد أنه قطع الطريقة بل قطع الشك باليقين أمام محاولة النظام أعتقد أن إحدى المحاولات أو أحد الأهداف الذي كان يرمي من خلاله النظام بإرسال هذه الرسالة أو هذا التعميم الإداري هو شخصا وكان يراهن على أن بعض الأحزاب المنتدى ربما تذهبوا في هذا الاتجاه أو خاصة أن الرسالة عندما تقرأها لديها هناك مقدمة أن النظام فعلا كذا وفعلا كذا ومستعد لتقديم كذا وتقديم كذا أنا أعتقد أنه فشل في هذا لأن المنتدى بلسان واحد عبر عن موقف واضح وأنه يرفض جملة وتفصيلا الدخول في هذا المسار وبالتالي طالب العودة إلى المسار الذي كان قد ابتده فعلا وعمليا مع الأغلبية الرئاسية من خلال جلسات حوار تمهيدية طيب ما الذي قد يحقق الوقت قضاء يعني ما الذي قد يحققه برأيك تحققه هذه الرسائل أو الطرف الآخر من خلال استجابة بعض الأحزاب دون أخرى لو حصل أنا لا أعتقد أنه أنا أعتقد أن هذه الطرق التي يحاول النظام أن يدخل فيها موريتانيا وأن يدخل فيها أنا أعتقد أنها طرق مكشوفة وأعتقد أن تم تجاوزها القضية واضحة هو هناك أزمة سياسية قبول النظام دخول في حوار أعتقد أن اعتراف بهذه الأزمة هذا الاعتراف يقتضي الدخول في حوار جدي وشفاف وواضح وأعتقد أن ملامحه ملامحه واضحة يعني عضو اللجنة الإعلامية المنتدر الوطني الديمقراطي والوحدة شكرا جزيلا لك شكرا قال وزير الصحة الموريتانية أحمد والجلفون إن قطاع الصيدلة يشهد فوضى نتيجة تراكم عقود من سوء التسير وضعف الترسانة القانونية المنظمة له وأضافه الجلفون خلال مثله أمام نواب الجمعية الوطنية للمصادقة على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون الصيدلة أضاف أن الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز أعطى تعليمات بوضع حد لهذا التهور الحاصل في القطاع وإن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات اللازمة لذلك قطاع الصيدلة اللي هو ركيز من ركائز النظام الصحي يشهد بشقه العام والخاص حالة من الفوضاء نتيجة تراكم أهود من سوء التسير والتخطيط وضعف الترسانة القانونية والتشريعية المنظمة له وكذل الغياب التام للمعايير الفنية شيء الذي أساء إلى نظامنا الصحي والذي أوراثناه منذ سنة 2009 ولمواجهة هذه الوضعية أعطى فخامة رئيس الجمهورية محمد العبد العزيز تعليماته السامية من أجل وضع حد للتدهور الحاصل وتأسيس قواعد صلبة ببذوق قطاع صيدلي وتمويني فعال ومطابق للمعايير وفي إطار تجسيد هذا التوجه السامي اتخذت الحكومة عدة إجراءات ناقشت نخبة من الباحثين الموريتانيين والعرب المتحف الوطني بنواكشوط التجربة الموريتانية في الدبلوماسية الثقافية اعتمادا على تراث العلماء الشراقطة في المشرق العربي وما رسمته جهود العلماء واللغويين من تأثير إيجابي كان أفضل إرث للتعريف بموريتانيا في العالم نتبع تفاصيل ضمن هذا التقرير النموذج الشنقطي في الدبلوماسية الثقافية موضوع نقاش لنخبة من الباحثين والدبلوماسيين الموريتانيين والعرب بالمتحف الوطني لاستعراض أدوار العلماء الموريتانيين في العالم الإسلامي والإفريقي عندما ذهبت إلى شمال ميجريا إلى سوكوتو لتنصيب الأمير أبو بكر أول ما حدث عنه العلاقات بينهم والمدارس القادرية في موريتانيا وهذه هي الرواب ورغم تعدد السفارات الشنقطية في المشرق العربي إلا أن ثمت أيضا الآثار التي بدأت تتكشف والتي تركها بعض المهجرين للغرب خلال حقبة التجارة الرقيق الأطلسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين ونبهني أستاذيه عن نظران الاهتمامات بالوثائق المتعلقة بالتاريخ الموريتاني عن فيه موريتاني مدفون في نورث كارولينا وعنه خلى مخطوط مكتوب باللغة العربية هو أول مخطوط أول حد من العبيد اللي انباعه في الولايات المتحدة واللي من أصول موريتانية وهو من القليلين اللي خلاه مخصوص باللغة العربية أما دور العلماء المحققين والدعاة المبرزين الذين تركوا مدارسهم وأتبعهم في الحجاز والعراق ومصر والشام وتركيا فأدوار هؤلاء أكثر من أن تحصى ومعالم آثارهم وذكرياتهم شامخة مشهودة وتعتبر هي المحدد الأول لهوية البلاد ودورها الثقافي والحضاري في العالم الإسلامي وإذا كانت الدبلوماسية الموريتانية اليوم قد وجدت أمامها إرثا تاريخيا للدبلوماسية الثقافية والشعبية فإنها بذلك تختزل جهودا كبيرة للتعريف بذاتها والولوج لقلوب الملايين في العالم الذين عرفوا الثقافة الشنقطية وأدوار سفرائها الأوائل الذين أسسوا حيثما حلوا معاهد علم لنشر اللغة والثقافة العربية في ظرف حساس وفي فترة تدهول حضاري للعلوم الإسلامية في المشرق العربي اتهم مجلس السلطة العليا للصحافة وسمعيات البصرية الهافا في بيان أصدره بعض وسائل الإعلام لم يسمها بأنها تستمر في خرق قواعد المهنة الصحفية وقال البيان إن هذه المؤسسات الإعلامية أساءت إلى كرامة الإنسان وأضرت باللحمة الاجتماعية وبعلاقات الجوار والتعاون المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي استمرار عدد من وسائل الإعلام في اتجاه للنصوص المؤسسة لحرية الصحافة وفي خرق الأحكام القانونية والقواعد الأخلاقية للمهنة الصحافية جملة تصدرت بيان مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الهافا الذي وصف فيه مؤسسات الإعلام الوطنية بأنها لم تدرك بعد مغزى ورهانات الحرية ولا أثرها على المصلحة والنظام العامين بيان حمل لغة حادة تجاه بعض العاملين في الحقل الإعلامي اتهم إياهم بالإساءة إلى كرامة النفس البشرية وإلى السلم المدني واللحمة الاجتماعية وصولا إلى ما أسمته الهافا بالنيل من شرف رئيس الجمهورية والإضرار بالمصلحة العليا للأمة وبعلاقات الجوار والتعاون أسلوب البيان طغت عليه ضبابية وعموم حالتا دون تحديد وسائل الإعلام أو الإعلاميين المتهمين بالقذف والإهانة والتحريض واعتماد الإشاعة كما خلا من أي اعتراف لأي مؤسسة إعلامية بالالتزام بقواعد المهنة ولم يذكر أي نجاح أو تطور في المجال الإعلامي مجلس الهافا اختتم بيانه بجمل الإدانة والتحذير والإلزام والتعهد المعهودة في بيانات الأحزاب السياسية وهيئات حقوق الإنسان وغابت عنه لغة القرارات والعقوبات فمتى تضع الهافا النقاط على الحروف وتنحو نحو خطوات فاعلة لفرض احترام التشريعات والقيم وأخلاقيات المهنة ومعنا في الاستيديو عزيز وللصوفي عضو نقابة الصحفين الموريتانين أهلا بك أستاذ عزيز يعني بيان من السلطة العليا للصحافة والسماعيات البصرية الهافا ينتقد في جانب منه استغلال بعض الصحفين لها مش الحرية كما يقول البيان كيف تقرأ مغزى وسياق هذا البيان شكرا فعلا هذا البيان جاء متأخرا شيئا ما لأنه رغم كل دعوات متواصلة منذ السنوات لهم الهيئات الصحفية الفاعلة في موريتانيا من نقابات وروابط الصحفية ورغم ما شاهدناه من خرق سافر لخلاق أدبيات المهنة الصحفية يوميا كما تشاهدون في بعض المواقع الالكترونية وبعض القنوات والإذاعة أسف شديد كل هذه السنوات غضت الهبة الطرف عن هذه التجاوزات في حين ظهرت اليوم بلهجة شديدة لم نفهم المغزى منها حتى الآن سواء أن المعلومات المتوفرة هي أن بعض أعضاء سلطة العدياء للصحافة والسلاميات البصرية بمن فيهم رئيس هذه السلطة بدأت المأمورية تنتهي بالنسبة إليه وهناك أيضا صراع خفي بين وزارة الاتصال سابقا وزارة المجتمع المدني وعلاقات مع البرلمان وهي الوزارة الوصية والسلطة العليا للصحافة والسلاميات البصرية كل ما جاء في هذا البيان هو صحيح جدا كل فقرات هذه البيان هي اعترافات صحيحة لكن لماذا لم يأتي قبل الآن وما هي الوسائل التي تمتلكها السلطة حتى تنفذ كل هذه التحديد الكلام والبيانات لا يكفي فالإعلام ما صل إلى ما وصل إليه يعني البيان قال إن البعض يكيل التهمة غير المبررة لرئيس الجمهورية ويوجه له أنواع الشتائم والقذف والإهانة ما المقصود برأيك؟ ما الذي حصل يستوجب إستار مثل هذه البيانات؟ نعم أولا الهبا غير معنية بالدفاع عن رئيس الجمهورية فرئيس الجمهورية لديه وسائل لديه ناطق باسم الحكومة لديه حزب حاكم لديه أغلبية أو أغلبية بين الأفراين حاكمات هي التي مخولة بالدفاع عن رئيس الجمهورية الهبا مطالبة بالدفاع عن عراض كل المواطني من البواب حتى رئيس الجمهورية وهي تعلم بأن عراض الناس لم تعود خط أحمر بالنسبة لبعض الصحفيين أو إدعياء من الصحفية الهبا أيضا تعلم بأنها تصدر سنويا تقرير عن وضعية الصحافة يشمل عشرات المواقع الإلكترونية الوهمية غير موجودة والمؤسسات الإعلامية التي لا توجد ليست لديها مقرات ليست لديها عمال لهم رواتب هي أيضا على علم تام بخرق دفاع الالتزامات وبما يعانيه الصحفيين المهنيين القلة في بعض المؤسسات الإعلامية إذن هذا الأمر مرفوض تماما نحن نستهجن تماما وهذا رأي شخصي ليس رأي نقاب الصحفيين نستهجن تماما مثل هذه البيانات التي لا يواكبها عمل ميداني طب هل يكون هذا البيان محاولة مثلا تقويضها مش حرية صحفية في البلد وتقييدها؟ لا أعتقد ذلك هذا البيان فقط جاء كردة فعل على ما نشر مؤخرا عن فساد بعض المقربين من رئيس الجمهورية واستهدافهم بطريقة غير مهنية وغير شفافة من طرف بعض الوسائل الإعلامية أرادت الهبا أن تسجل موقفا ما من أجلها لا أعتقد أنه تقويض الحريات وإنما هو برهان جديد على خور هذه المؤسسة التي معظم أعضاءها بالحقيقة لا علاقة لهم بالمهنة الصحفية نحن طالبنا أكثر مرة بأن مجلس الهبا يجب أن يضم صحفيين ومهنيين باستطاعتهم في أسرع وقت ممكن أن ينتشلوا حق الإعلامي يعني مفهوم هذا موضوع البيان تضمن جملة النيل من شرف رئيس الجمهورية يعني تضمن هذه الجملة كخرق مسجل على بعض وسائل الإعلام برأيك فيما يتجل المساس بشرف رئيس الجمهورية أنت أدرى مني بهذه القضية نحن كل ما شاهدناه هو ما نشره في بعض المواقع الإلكترونية بشأن اختلاسات أو حصول أشخاص على أموال غير مبررة وبعض هؤلاء الأشخاص مقرب من رئيس الجمهورية لا أعتقد بأن هذا في حقيقة الأمر له علاقة بالشرف وما إلى ذلك أنا رأيي هنا أن يجب احترام رئيس الجمهورية واحترام الأسرة والفصل بين الأمور العامة والأمور الخاصة في نصف دقيقة أنتم كهيئة نقابية صهرية ما موقفكم من هذا البيان يعني كهيئة وأريد في نصف دقيقة كهيئة نرجو بأن يكون هذا البيان بداية حقيقية لإصلاح الحقل الصحفي وهو بداية لأن تستيقظ السلطة العليا للصحافة وسميات البصرية وأن تباشر بالفعل إلى جانب المنظمات الصحفية الجادة مثل نقاب الصحفي الملتانين في تنقية الحقل الصحفي والوقوف في وجه تميعه طيب إذن عزيز الوسوفي عضو نقابة الصحفي الملتانين شكرا جزيلا لك نظم بالعاصمة وكشوتها ملتقا بالتعاون بين الإدارة العامة للضرائب ونادي القضاة الموريتانيين حول موضوع النزاعات الضريبية وقال المشاركون في الملتقى إنه سيمكنهم من الاطلاع على ثغرات قانون الضرائب وتقديم ملاحظات بشأنها كما سيتيح فصة تبادل الخبرات والتجارب بين القضاة وإدارة الضرائب في هذا المجال تفاصيل أوفع في هذا التقرير المعالجة القضائية والقانونية للقضايا المتعلقة بالنزاعات الضريبية في موريتانيا موضوع نقاش ملتقا منظم بنواقشوت من طرف الإدارة العامة للضرائب ونادي القضاة الموريتانيين ويهدف الملتقى حسب القائمين عليه إلى النقاش والتشاور والتبادل الخبرات والمعارف حول المشاكل التي تطرح أمام القضاء بشأن النزاع الضريبي إنه لمن دواعي السرور أن تتحل هموم القضاة مع تطلعات المتقاضين من أجل البحث عن أنجع السبل لتحقيق العدالة وفهم النصوص القانونية حماية للحق وصيانة المكتسبات فإذا كان الحرص على القوانين وفهمها ودراستها وإقامة الورش والندوات لتحقيق تلك الغاية واحدة من الأهداف الرئيسية لنادل قضاة الموريتانيين فإن من بين المتقاضين من يقاسمنا هذا الانشغال كما هو واقع الإدارة العامة للضرائب التي جاءت مبادرة تنظيم هذه الورشة من طرفها وذلك للتحسيس بالقوانين ذات الطبيعة الخاصة للنظام الجبائي وطرح إشكالاتها للدراسة والنقاش الملتقى تضمن عروضا تخص الإجراءات القانونية خاصة منها ما يتعلق بدور الضرائب بتقديم وتنمية البلدان النامية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لعدكم تدركون اليوم ما للضريبة من أهمية وما تلعبه من دور اقتصادي واجتماعي والسياسي وتنموي في أي بلد وخاصة في البلدان النامية إذ تعتبر هي أهم مورد دائما يعول عليه في تقضية النفقات العمومية في عالم تزداد الحاجة فيه يوم بعد يوم إلى المزيد من المداقل لتقضية نفقات التنمية المتعددة من صحة وتعليم وكهرباء وما شروب وطرق ومواصلات وبنى تحتية أخرى وينتظر أن يخرج المشاركون في هذا الملتقى بمجموعة من التوصيات تمكن من مساعدة القضاة في موريتانيا في حل مختلف المشاكل المطروحة من طرف المواطنين الموريتانيين والتي تخص النزاعات الضربية رياضيا ضمن هذه النشرة شهدت تدريبات منتخب المرابطون الأخيرة عديد الغيابات على رأسها مدرب المنتخب كورينتان مارتينيز والحارس سليمان جلو وتأتي هذه تدريبات استعدادا للقاء منتخب جنوب إفريقية المرتقب في الخامس من شهر سبتمبر المقبل وذلك ضمن تصفيات بطولة الأمم الإفريقية تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير منتخب المرابطون يستعد لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا مطلع الشهر سبتمبر القادم بالعاصمة نواكشوط ضمن بطولة أمم إفريقيا 2017 مدرب المنتخب الأول أعلن عن لائحة أولية لللاعبين المحليين في انتظار الإعلان عن لائحة المحترفين المنتخب الوطني استانف تدريباته بمنعب الشيخة والبيدية في العاصمة نواكشوط وسط غياب المدرب كورينتان مارتينز ليشرف على تدريبات المنتخب بعض مساعد المدرب الذي ألفه الشارع الرياضي الموريتاني خارج البلاد التدريبات التي يجريها المرابطون ربما كانت الغيابات هي العنوان الأبرز فيها فبعد غياب المدرب الأول غاب الحارس الأول سليمان جلو عن تدريبات المنتخب الوطني لتمر الأيام على المنتخب وسط غيابات عديدة وتقترب مباراة جنوب إفريقيا التي سيخوضها منتخب المرابطون على أرضه وأمام جماهيره فمباراة جنوب إفريقيا تعد مباراة حاسمة للمرابطون ضمن بطولة أمم إفريقيا القادمة التي لم يسبق لموريتانيا أن تأهلت لها طيلة تاريخها الكروي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يرد على رسائل الأمين العام للرئاسة ويؤكد أن الحوار يعتبر الحل الوحيد لأزمات موريتانيا باحثون وديبلوماسيون سابقون يناقشون في ندوة علمية بنواكشوط العلاقة بين الدبلوماسية والثقافة متخذين موريتانيا أنموذجا على ذلك ملتقا في نواكشوط بالتعاون بين الإدارة العامة للضرائب ونادي القضاة الموريتانيين حول النزاعات الضريبية في موريتانيا يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة شكرا لحسن المتابعة السلام عليكم